أجمل ما في العمل هو العمل نفسه يعني أجمل ما في العمل هو العمل نفسه دايما يقول لك البدايات البدايات هي اللي بتوريك مؤشرات بتديك طاقة بتديك يا ترى الحكومة فعلا عندها ملف جديد أو عندها ملفات جديدة عندها طاقة جديدة عندها محاور جديدة بتحاول أن هي تشتغل عليها منذ الساعة الأولى مع هذه الحكومة الجديدة كمان يا سيدة المحافظين لو أنتم متابعين حركة المحافظين المحافظين في المحافظات وفي شوارع المحافظات وهنا نقف وقفة ونقول هو ده العمل يعني أجمل ما في العمل هو العمل مش أنك تشوف المحافظ يعني بيتجول في شوارع المحافظة لأن ده شيء طبيعي يعني أي محافظ بالطبيعي جدا أنه يكون بيتابع المحافظة بتاعته بيتجول من مكان للتاني لكن الأجمل أنه يكون في حالة العمل يتفقد دون أن يعلم من حوله أنه هيتفقد منطقة ما شوارع ما ده اللي حصل تماما في عدد من المحافظات وحضراتكم يمكن متابعين عدد من المحافظات وبالتالي بتلاقي على طول الأهالي بدأوا على طول يكتبوا ويقولوا يعني الناس بدأت تحس أنه المحافظين في حركة الناس بدأت تلمس الموضوع لأنه التفاعل ده على طول بيبان إذا أنت موجود في وسط الناس موجود في وسط مشاكلهم موجود معاهم موجود في الشوارع بتحاول تشوف وتراقب لأنه المواطن المصري بيتطمن لما يلاقي المسؤول شايف بعنيه وامتابع بعنيه حاجات كتير خصوصا اللي عندهم فرصة أن هم يبقوا منفزين ويبقوا موجودين ويبقوا متابعين المرة دي كمان فيه نواب للمحافظين نواب لسادة الوزراء فدي حتدي فرصة أكتر لمتابعة أكثر دقة بإذن الله نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا النهاردة وصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس وبشروا اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي حيث عقد الاجتماع الثالث ليوم الخميس بحضور وزراء الصناعة قطاع الأعمال العام الانتاج الحربي والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وده طبعا بدوره أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية بنتائج عمل اللجنة وأيضا أشار أن المناقشات تمت وسط إجراءات اتسمت بالديمقراطية والشفافية وأيضا كانت فيها مكشفة ومصراحة من جميع في جميع الملفات اللي تم مناقشات وكمان يمكن يعني كان عدد من الاستفسارات الموجودة والاستفسارات الخاصة الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة كل ده كان موجود